يعني طبعا أهم حاجة عايزين نبتدي بها مع حضرتك إنه لو إحنا قاعدين كده وفكرنا من عشرين تلاتاشر إنه إن الحدث ده ممكن يحدث وإن فيه قطر يطلع من الإسماعيلية يبصل سينة أكيد ساعتها ما كناش هنتخيل إده ممكن يحصل يعني فاللي حصل ده بجد معجزة معجزة عايزين نعرف تفاصيلها من حضرتك يعني هو في البداية تم بنبارك للمصريين بمناسبة آياد أكتوبر وتلزمونا مع آياد أكتوبر ووصول القطار في مرحلته الأولى في التشغيل التجريبي من الفردان لبير العبد بطول حوالي 100 كيلو ده طبعا يعني عايزة أقول حلم تحول إلى حقيقة بإصرار ودعم من الدولة والقيادة السياسية لقطاع النقل بشكل عام بأتبار أن القطاع النقل داعم لمشروعات التنمية وحضرتك أشارتي إلى أن أي مشروع بيبقى فيه بنية أساسية متوفرة يبقى أنا بيبقى عندي شريال للتنمية بيبقى عندي فيه مشروعات بالتم فيه عايزة أقول تنمية مستدامة فطبعا بالنسبة للقطار ووصوله إلى بير العبد وإن شاء الله لسه دي مش المرحلة لسه فيه العريش وطابة بطول إجمالي هيوصل حوالي 500 كيلو لكن دي مرحلة من المراحل بتاعة المشروع الهدف أكبر من النقل البضائع الهدف مشروعات تنمية من نقل ركاب أسف مشروعات تنمية الهدف أن يبقى فيه عندي توطين للصناعات الهدف أن أنا أستغل الموارد الطبيعية اللي موجودة عندي من مصانع ومواد محجرية وصروعات طبيعية وعندنا حاجات كانت بتتصدر دون صناعات الطبيمة المضافة زي الرمال البيضة وغيرها كل هذه الأمور لها مرضود لكن بداية أنا عايز أقول أن هناك فرحة عارمة يمكن شاهدنا فرحة أهلينا في سيناء صحيح بوصول هذا القطار وتستمر إن شاء الله رحلة التطوير في هذا الإقليم إقليم سيناء بيمثل 6% من مساحة مصر لكنه البوابة الشرقية وله بعد أمن قومي ومصر رصدت ما يزيد عن 300 مليار لتنمية هذا الإقليم ليس فقط في مجال النقل لكن مجالات التنمية المختلفة عندنا شركة الريف المصر الجديد بتعمل استصلاح أراضي في جنوب ووسط وشمال سيناء عندنا فيه مشروعات صناعية عندنا مصانع الأسمنت عندنا إن شاء الله مصانع تكنولوجية أخرى كل هذه الأمور هي الضامن الأساسي لبقاء سيناء خالية من الإرهاب الجيش والشرطة لهم مننا كل التحية على ما بزلوهم النفيس وغالي لتطهير هذه البقعة من الإرهاب وأهالي سيناء أنا عايز أقول إن اللي هيضمن بعد كده بقاء هذا الإقليم طاهرا من الإرهاب هم أهالي سيناء لما يبقى فيه تعمير لما يبقى فيه مشروعات لما يبقى فيه مجتمعات عمرانية الناس موجودة الإرهاب دايما بيبعد عن الامران ولن يدافع عن الأرض إلا أصحاب صحيح